الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح التاسع عشر من أبريل تطورات هامة ولافدة طبعا سنحدث عن تقدم القوات الروسية في الجبهات الأمامية عن الضربات الروسية في المناطق الخلفية في أوكرانيا كذلك عن الضربات الأوكرانية على المواقع الروسية تابعوا الفيديو حتى النهاية لكي لا تفوت أي معلومة كذلك رجاء أتمنى من حضراتكم طبعا مشاركة الفيديو على أوسع نطاق سنبدأ مباشرة من موضوع سقوط أمو إسقاط طائرة من طراز قاذفة استراتيجية من طراز تو 22 عاد القوات الروسية أنها سقطت بعد عودتها من أداء مهمة لها نتيجة عطل فني فيما بدأت بعض الوسائل الأوكرانية تتحدث عن أنها هي من قامت بإسقاطها إضافة لذلك أحبائي نفذت القوات الروسية ضربات كثيفة باتجاه دانيبرو هي المرة الثانية خلال أقل 20 ساعة تنفذ القوات الروسية ضربات قوية جدا باتجاه المنطقة هنا باتجاه محطة السكك الحديدية في دانيبرو كذلك في اتجاه بافلو جراد وسنينيكوفي في هذه المناطق يبدو أن القوات الروسية تركز على استهداف خطوط الإمداد للقوات الأوكرانية التي تأتي من دانيبرو باتجاه زابوروجي أو باتجاه بوكروفيسك في هذه المنطقة التي تعد نقطة انطلاق هامة للإمدادات الأوكرانية باتجاه الخطوط الأمامية في أفدييفكا و باتجاه باخموت طبعا أحبائي القوات الروسية بالأمس قامت باستهداف المطار في دانيبرو كانت حديث عن استهداف طائرات من طراز ميك 29 تدميرها وإصابة عدد آخر وكذلك تدمير بعض منظومات الدفاع الجوي المحيطة بالمطار في هذه المنطقة القوات الروسية تركز في عمليات الاستهداف ليس فقط في دانيبرو إن في عدد من المناطق على موضوع الإمدادات فالمعركة كما قلنا تعتمد الحرب على موضوع الجنود موضوع الأسلحة موضوع البنية التحتية طرق الإمداد وغيرها من العوامل وبالتالي تحدثنا بالعمس أن هناك نقصا في موضوع التابعة يدفع الناتو الأوكرانيين إلى موضوع تابعة مزيد من الجنود لذلك أقر زينيسكي قانون التابعة إضافة إلى ذلك يحاولون مواصلة عمليات إرسال السلاح والذخيرة طبعا هناك حديث عن موضوع إرسال بعض قضائف المدفعية من تشيكيا في الفترة المقبلة إضافة إلى ذلك ننتظر إن كان الأمريكيون سيقررون موضوع المساعدات العسكرية لأوكرانيا هذا في موضوع الأسلحة والعتاد والجنود إضافة إلى ذلك حدثتكم أن هناك هيكلية جديدة في بعض التشكيلات الأوكرانية طبعا هذه التشكيلات تتناسب مع موضوع التابعة والحاجة الأوكرانية إضافة إلى ذلك تستمر العمليات في الخلف في القيادة الأوكرانية لإنشاء ما يشبه تشكيلات إضافية لزيادة العمليات الأسكرية ولكن إضافة لكل ذلك قامت القوات الأوكرانية مجددا باستخدام صواريخ أتاكامز حيث أعادت القوات الروسية أن أسقطت ثلاثة صواريخ أتاكامز باتجاه البحر الأسود تحاول القوات الأوكرانية تنفيذ ما قاله زيلنسكي بمحاولات دائما لاستهداف شبه جزيرة القرم ويريدون الإظهار أهميتها وأهمية الحاجة إليها لضرب الإمدادات الروسية الموجودة في القرم والتي تأتي إلى الخطوط الأمامية في خيصن وفي اتجاه زاب بوروجي وبالتالي القوات الروسية تواصل إسقاط المسيارات الأوكرانية والصواريخ الأوكرانية بعيدة المدى ولكنهم نجحوا في وقتاً سابق في استهداف أحد المطارات في القرم في هذه المنطقة هنا إذن أحبائي عمليات الاستهداف البعيدة المدى لكل الطرفين مستمرة وبالتالي سنشهد ارتفاع في وطيرة هذه الضربات على الأغلب نعم نتيجة حاجة كل طرف لإيقاف إمدادات الطرف الآخر أما فيما يتعلق بالخطوط الأمامية سنبدأ بالمحور دانيات كطاع أفديفكا حيث أحرزت القوات الروسية تقدماً إضافياً في اتجاه نيتايلوفي تقدمت القوات الروسية في هذه المنطقة باللون الزهري كما تشاهدون سيطرت بشكل كامل كما يمكن قول على حزام الغابات هذا المحيط بالمنطقة إضافة على صف المنازل هذا وبالتالي أصبح هناك منطقة للقوات الروسية طبعاً في هذا الاتجاه تحاول الانطلاق منها باتجاه بقية القرية طبعاً القوات الروسية تضغط بشكل كبير على مواقع القوات الأوكرانية هنا تحاول التقدم تحاول أن تقول لقد بدأنا معركة نيتايلوفي والضغط على القوات الأوكرانية الموجودة هنا بالتزامن مع معركة كبيرة تجري في هذه المناطق أحباً هنا أريد شرح أمر هام طبعاً تلاحظون بشكل عام أن الإعلام يركز أحياناً على مناطق معينة لأن الجمهور الشعب الجماهية تطلب أحياناً التركيز على جبهة معينة ولكن بالحرب في هذه الحرب تحديداً خلال الهجوم الروسي القوات الروسية تنفذ وجوماً كبيراً ومتزامناً في الوقت نفسه لتشتيط القوة الأوكرانية ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن القوات الروسية تحاول تشتيط القوة الأوكرانية التي تضضاء اليوم بعد يوم نتيجة النقص في الدخيرة والنقص في السلاح والنقص في الجنود وتحاول الشنهجمات على طول هذه المناطق جميعاً في كافة محاور جبهات مدينة دنيات في محاولة من القوات الروسية لإحراز تقدم بمعنى آخر تحاول تشتيط القوة الأوكرانية وإحراز تقدم حيث تستطيع لذلك حصلهم في الفترة الأخيرة أن القوات الروسية حققت تقدم في أغلب الجبهات المحيطة في كامل هذه المنطقة سيطرت على العديد من القرى والبلدات وتواصل عملياتها في اتجاه نوفو مخيليفكا التي تبقى جزء منها تحت السيطرة الأوكرانية وكذلك تواصل عمليات عسكرية في اتجاه روريفكا في محيط مارينكا وأيضاً في اتجاه كراستوريفكا التي وصلت القوات الروسية إلى وسطها بعد عملية واسعة النطاق تمكنت خلال من الاختراك والوصول إلى وسط المدينة أما في اتجاه المنطقة هنا خط الدفاع الثاني فالقوات الروسية بدأت المعركة واقتربت من خط الإمداد لخط الدفاع الثاني وتحاول طبعاً السيطرة على خط الدفاع الأول عبر انهاء ملفي سامينيفكا وبرديتشي لذلك المعارك عنيفة على شدها في كافة الجبعات وليس فقط في جبعة واحدة وبالتالي أعلم أن البعض قد لا يهمه كثيراً التفاصيل العسكرية ولكن لا يمكن أن يتحقق أي تقدم لأي جيش دون أن ينهك الدفاعات دون أن يشتت القوة النارية دون أن يتم استهداف البنية التحتية والإمدادات وبالتالي هذا من الشحوه دوماً هو لا يعتبر كلاماً فارغاً أو يعتبر كلاماً لا يفيد هذه جميعها من تفضي إلى نتيجة أن يتغير اللون على الخريطة لصالح إحدى الطرفين وبالتالي تستمر المعارك بقوة وبشراسة في كافة هذه الجبعات حتى أن يتم إنهاك القوة المدافعة فيحصل تقدم أو يتم إنهاك القوة المهاجمة فتتراجع فتتخلى عن هجومها فيفشل لذلك القوات الروسية والقوات الأوروكين مستمرة بعملات عسكرية توضيح حام إضافي في اتجاه أوشيرتيني القوات الروسية ما زالت تحافظ على موقعها في هذه المنطقة القوات الروسية تسعى جاهدة لتوسيع السيطرة باتجاه نوفو بخموتيفكا وبقية أوشيرتيني كان هناك حقيقة ناقصة عرضتها بعض المواقع أرسلها لي بعض الأصدقاء القوات الروسية عادت تجميع قواتها وشنت وجوه إضافية ممكنها بالأمس من السيطرة على هذه المنطقة وبالتالي ظن البعض أنه انسحاب روسي من المنطقة فعارضوا النصف طبعا الإعلام الأوكراني هو من روج لهذا الأمر بكل أسف وقام بعض الموالين لروسيا بعض نقل ونسخ هذا الأخبار ودون أن يكون لهم أي مصادر على الأرض لذلك أنا أقول لكم الحقيقة وما جرى في هذه المنطقة العملية المسكرية أيضا مستمرة في اتجاه نوفو كالينوفي ضغط روسي كبير في هذا الاتجاه دون أن يكون هناك أي تغيرات في خريطة السيطرة كذلك تستمر المعارك جنوبا في هذا الاتجاه القوات الأوكرانية تحاول تدمير أكبر قدر من المركبات والأليات الروسية في هذا الاتجاه لعلها توقف الهجوم الروسي باتجاه هذا الموقع حيث تحاول القوات الروسية التقدم على هذا النحو أما فيما يتعلق في شازي فيار فالقوات الروسية تواصل هجماتها هناك استخدام كثيف بالطائرات بدون طيار من كلا الطرفين القوات الروسية تحاول تطهير المنطقة المحيطة في بودانيفكا القوات الأوكرانية موجودة في الغابات هنا تحاول استهداف القوات الروسية في بودانيفكا لذلك ضعفة لذلك تستمر عمليات الهجوم واستهداف القوات الأوكرانية في الضحية الشرقية في شازي فيار إضافة لكل ذلك تستمر المعارك بشراثة جدا في اتجاه كريمينا تحاول القوات الروسية تقدم ولكن أيضا هناك عمليات استهداف مضادة عبر استخدام المسيرات من كلا الطرفين وبالتالي المعركة فعلا محتدمة في كافة الجبهات وبالتالي ننتظر حتى ساعات المساء ماذا سيكون هناك من جديد أحبائي حتى ذاك الحين أريد أن أشكركم على كامل محبتكم ثقاتكم ووقتكم وإلى اللقاء بفيديو آخر